موسيقى 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 هل تخب 없는 الو сence موسيقى خاك ي هل تعرف ماذا بعد؟ لا 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 أنا قرأت الغنون الأمس اسمحوا نظارة سنوركل لا لا نظارة وقالوا الرابع أحيانا المحار يكون في رماي أو شيت هذه بطولة السنيار ايه بطولة السنيار وعطوهم اسمحوا لهم نظارة وقفاز قفاز بس لفلق المحار؟ لا لا يلقط لا زين ما يعيق القفاز؟ لا لا بالعكس ولا ينبطل الظهر من قدام الأول يستخدمون الخبط جلد ليلة صابقة هذه عبارة أنها غفاز لماذا أسمى الججر حصابقة؟ ايه؟ هذي حق الغاصة أما حق الفلاق لا هذه كان خلاتها تغليدية نفس الشي في حق الحداق دي؟ لا لهم مسابقة إن شاء الله تكون تغليدية تكون معاهم إسلال وفتحت في الغوص؟ ديين تكونوا معاهم إن شاء الله لكن أنا سمعت أنها ممنوحة نعم لا أنا سمعت الشيذر أول مرة كيف مفاجأتها نعم هل هناك مسابقة تغليدية؟ نعم في بطولة سنياء؟ نعم الذي أقوم بك من اليوم؟ نعم إن شاء الله كيف ينشر الغاز التغليدية؟ تنزل بالحيار؟ وبعد؟ زيد بعدها لا يعني تغليدية لازم نعرف أن تغليدية بالحيار وفتام نعم يعني ما تلبس نظارة؟ لا إذا هناك نشوف في الوضع إذا البحر دلاخة يمكننا نسمح لكم نظارة إذا البحر أيش؟ مدلخ مدلخ يعني مغضر يعني مغضر في سسماء معدومة نعم نسمح لهم نظارة كم سيف كم المشاركين الحين؟ كم وصلوا؟ المشاركين ثلاثة وسبعين محمل يعني تسعة وستين حداق وأربعة غاصة محامل أربعة غاصة؟ أربعة غاصة أربعة غاصة ولكن الآن الرابعة كيف حسب النقاط بين الفرق؟ أربعة بالكيلو هي؟ لا الحداقة الحداقة بالوزن نوز الكمية لسمائش يعني السمائش اللي عندهم عقب ما يردون وأما الغاصة بالعدد عدد محامل أكبار بس يأخذونه داوم ترى الغاصة اللي هم مسابقة الغاصة اللي هم مسابقة اللي هي تبدأ يوم من الأربعة في طلوع السنيار الصبح يوم من الأربعة يلفه يلفه والسافت في الردة ناشي شيء هذي غير؟ السمائش كم ينحس بترى ثلاث أيام لا لا يومين لهم في ريحتهم من الدوحة لأن تسمينها بطولة مسابقة الدشة صح؟ لا مسابقة اللفاح يعني الدشة هي الدشة هي الدشة هي الدشة الدشة بانت بساعة قلت اللفاح 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 يمشي يمشي يسحب شخص سيد ليه ما فيه إلا أربع محامل غاصة؟ والله نحنا فتحنا المجال حق المشاركين فالذي يومنا أربع نفس الجواز هي كلها ماذا يجعل ذلك يزيدون عليهم؟ يعني بلأت الناس اللي غوصوا؟ أنا هاي ثالث السنة إن شاء الله بشارك شاء الله العام الحمد لله ومفضل الله خذنا الأول في مسابقة الغوص استاه طبعا الرابع ما قصروا فتحوا الباب للغوص والحداق بالطبيعة الإنسان يدور المناسة والراحة الغوص محتاج شوي تكريك معي لكن لازم تنوص لياغة ولياغة 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 لازم تكون خبير في الغوص أصلا هاي مركز؟ طبعا الغواصة اللهم الأولوية بتشوف يعني استببوا أقول لك لازم أي مركز الأول الثاني الثالث اللازم الخمسة عشر تقريبا الثلاثين لحق الحداقة الخمسة عشر والغاصة والغاصة المجال المفتوح نحو يعني عربعة يعني كلهم عبارة فايزة حتى الأخير فايز ايه؟ نحن؟ هذا شي فكرة الرابع يشكرون عليه أنهم يحاولون يشجعون الرابع الذي يشاركونه في البطولة أنهم يتجعون الغاصة وفيه لاجنات اجتمع عقب السباق عقب الول ما هي الجواز اللي ياخذ الأول جواز مادية طيبة ما أعلنها أو عادها هم؟ والله لي الحين ما أعلم نتمنى بعد إن شاء الله أنها كل مالها وتزيد حتى الأربع محامل ذي تصير عشر حقا نعم لأنه إذا صار فيه دعم أعتقد البطولة هذه على فكرة الناس وبالذات هذه البحر ينتظرونها من سنة لسنة ويجهزون لها أنت تكلم عن ثلاثة وسبعين محمل كل محمل كم فيه؟ 12 عادمين العدد؟ المنظمين نوصل ألف ألف ومثلين ما شاء الله مع المنظمين شيء جيد حتى اللي ما عنده ثقافة البحر يعني إذا جاء وحظر المسابقة وشاف المسابقات هذه التغليدية خل عنك المشاركين ثلاثة وسبعين محمل بالغاصة باليازوة بالحداقة تعال تكلم عن لجنة منظمة أنا أفكر أقول كيف يمكن أن يسيطرون على ثلاثة وسبعين محمل في البحر وكلهم يذهب في اتجاه فلا أنت تذهب إلى تحدق شرق وهذا يذهب إلى قرب وهذا يذهب إلى شمال حكم إياه؟ ما علي لكن هناك لجنة تتنقل من محمل إلى محمل ثلاثة وسبعين؟ ثلاثة وسبعين أنا والله سجل ما تدرون؟ أنتو الغاصة لا أشيء لهمكم لا لكن ما تدرون أنتو كالجنة؟ هذين كالله أسمك نحن متعاونين مع درع الوطن مركبين أجهزة تتبع في اللنجات كلها ونتتبعهم في الأجهزة التي لدينا تلفزيون الخاص فينا فمن بداية طلوحهم من الفجر لين؟ المغرب نلاحظ اللنجات والحداقة هذه وين يروحون؟ عندنا منطقة محددة نطلع براء الخط طبعاً هذا يتخالف عليها فنعرف اللنج يطلع لنا اسمه ورقمه فنحذر أول تحذير ثاني تحذير فسأنا اللي أنا أفكر فيه إحنا مثل ما قلت إحنا للغاصة في هير واحد وشوفونا في مكان واحد ما نتحرك لكن اللي حتقون متوازعين شون أنتو تقدرون تنسؤونكم تزورون كل المحمل أنا خبركم تزورون عليهم؟ ندور عليهم نعم كم لجنتكم؟ كم لجنتكم؟ نحن نسقين بيننا ربع يعني تقريباً سبع لجان كل لجنة 12 محمل والله يا ربع صراحة العملية كنت تتكلم عن شيء في البحر وفي البر صحيح واتتكلم عن إحداثيات وهو أنا حين أعطيك إحداثيتي في المكان الآن وأسمر صحيح صحيح وين تييني في المكان روح حسال في السبع لجان والتنسيق بينها بين بعض بعد شيء ما وبطرست نعمل المساعدة لديهم قلفة عمليات ومجهزين الموضوع كامل لا نحن نعمل لديهم مجهود بس كل شيء فيه سبيل أنك ترتقيه بتراث وتحافظ عليه وتدعمه لكي تجذب له بعد نشئ الهم الأكبر أعتقد أنه شباب الصغار والذي محافظون على هذا الشيء سامحين الله يسمى اليهال الصغاريون ويابا هاتم مهم محسوب لا مش محسوب والسمش اللي صيدة حتى ما يتخاف الوزن نحن بغنى بعد يدش في الوزن لكن بأساس الحساسية فقلنا لا خلوا لصيدة خلوا حق غدا حقه لكن أعتقد لو هو على صيدة يندعم بشي ما له شغل في المحمل نفكرين فيه نشوف اليهال الصغاريون على الأقل أصغر مشارك لأنه تدري بيصير بينه حتى وبين هل المحمل تحدي كل محمل محدد كم حدد الأشخاص الموجودين المتصابقين 12 رفا فيه وإذا مثلا نقص لك لين كم هو حد داقة عندنا من 10 إلى 12 أقل من 10 طيب لو زادوا الشباب لو زادوا ويطل حد من ربع لازم 12 لا نريد أن نسوي عليه حمل في المحمل يعني خيوطهم يتشربك هذا أول شيء هل تحتسب مخالفة لو أنتم مثلا في وسط البحر واكتشفتون هذول 13 أو 14 العام سحبنا واحد منه كان مخالف ورجعناه لا بشرك اللجنة تلسلت المحمل كامل أو لا شخص من وصلنا البندر شيئا كنا على الأسامة من العدد زي توكل الدعا اللجنة ما شاء الله عليها أعتقد أنكشف يمنع منه سنوات الغاد صحيح هذه القانون إذا خالف السنة اليوم واللي بيصير اللي مثلا حد يتعب معه لقدر الله يعني نتمنى لهم السلامة كلهم الأسعافات أولية موجودة عندنا لا لا الشخص اللي مثلا بيتعب وبيطلع أقدر أغطي مكانه بحد ولا خلاص هذه نحن ننظر فيها هناك نشوف أنها مهمة القوة الفريق القوة الفريق هذه ننظر لها هنا في شرط يعني أغل ناس على المحمل كم يكون عددهم يعني عشرة أغل شيء عشرة والغاصة تغريبين ثمانية ثمانية لعشرة ثمانية لغاصة وسبب كلهم نفس الشيء يعني أربعة لغصوا أربعة فأربعة هم ينسون بينهم من اللي بغص من اللي بيغص من اللي بيسوي السيب كلهم على الطالة إذا واحد مرض يوم يتكون في المحمل الله يذكره بالخير عبد الرحمن الشملون ضربة ميدار نعم ومودين أهل السعاف ضربة اللجنة نفسهم ركبوا يانا في الطراد وراح للمستشفى الواكرة أعتقد أوم سعيد ولفوا يدوذي ورجع مرة أخرى ورجعوا نفسنا رجعوا سلام الله خير فيه ستنباي يعني مخلينا الإسعافات عندنا موجودة في المحمل وفي عندنا بعد الإلال الأحمر موجودين في الشاليهات ستنباي لكن إذا في مجال أن يكون واحد على الأغل من في المحمل يكون عنده دورة السعافات أولية على الأغل يتصرف لو صار حادث لين توصلون بعضهم الله يسمك عندهم بس ما يكشف روحه لا أنتو طلبوا من المطلبات حيث أنتو ما تطلبون منها شنطة السعافات أولية ما تطلبون طفاية حريق وإلى سترة نجاة هكذا كلها من الطلبات يطلبونها منك ويكون عليها في المحمل لسلامتهم نعم ما علي يطلبون بعد واحد يكون عندها دورة السعافات أولية يعني يكون من الشروط يعني إذا إمكانية إذا فيها هذه إذا كان التسجيل من بداية يعني من شهر شهرين قبل نقدر نطلب من واحدة يخصصون شخص واحد صح ياخد دورة ويأخد دورة وهلال الأحمر فايلة تملأ دهر في أي مكان يستفيد منه هلال الأحمر مستعدين في الدعم هم يقدمون الدورة إذا 73 محمل أقولتك يعني وين تقدر تتبعها كلها كامل وقت طبعا أعتقد أن الله يعينهم العمليات وحتى الفرقة واللجان التي تطلع الكشف على المحامل وقتها مفتوح ما عندها مثلا ساعات معينة العدد عندك 73 اللي سجلوا كافة أفريقيا 107 ما شاء الله بس ما حصلوا محامل والله أنا أتمنى أرى الرغم في القلائل مقناص بر ومقناص بحر بطولة القلائل السنية موجدوا بطولة القلائل السنية ما حصلوا يعني بس الحضورتين الحين الوقت الحالي يعني الفعاليات في قطر ما شاء الله ما شاء الله عندنا في سوقوالوف أربع أو خمس فعاليات وجودة منها مصارعة حرة منها فرق شعبية منها فنانين يمكن على مدار ثمانة أيام في الوقت الإجازة صح سيف فيه شروط أن المحمل يكون خشب أو فيبر لا الشروط المسابقة أنه لازم خشب ايه بتالي يدين خشب 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 ما في فيبر ممنا صدقنا المهاجرين لا الله العظيم إلا نحن محمل خشب فأتخيل لا لا فيبر نعم فيبر المصابة زينك شوف حين تخبر الجو كل يوم مختلف أنتوا رعيتوا الوقت نعم إذا لا قدر الله نقول يوم لأربع يوم الدشة فيه هاوى أو شي نتعجل المسابقة الأسبوع الثاني رمز أبو سعيد يسألني عن بعض الشغلات يسأل ماذا يفعلون الحداق والغاصة لا أعلم بالضبط لأنه يسين الرابع كل سنة عن سنة يطورون لكن الحداق عندكم يقولون عندهم أكبر أسميتها صح؟ بالطول أو بالوزن بالوزن أنتو ثراد شون فيها في اللفاح في اللفاح أنت تتكلم عن طول أو وزن لا وزن أه سمعت يوم ساعة تسلم بعضها فيها طول كني نميزني شوي النوع ملخص النوع ملخص لا ملخص يعني كان عاد أمور سكن سكن من كم كيلو تبدأ أنت بتعرف عندك ميزان في اللنج أوزن شوف أكبر أسميتها كم بتيك اللنج فيه ميزان لا أنت عندك ميزان صغير إذا أنت تتخلي المسابقة أوزن تقول أنا أرشح الهامور هذا في مسابقة أثقل السمشة هو يقول لا أنا هو صايد مثلا في المحملة يقول أنا أدخل الشنعة اللي عندي فأنت بين السمش اللي عندك تختار أثقل السمشة ودخل أنا اللي أختار اللي أشوف من اللي أنا صدته بعدين ممكن أرشح أني أنا أدخله مع سمك الرابع اللي هم بشارك نعم هذا شي طيب الميزان لي ميزارة طيور ميزارة علق لا بعدين هاك السمشة اللي وزنتها اليوم ودخلت في أكبر مسابقة ودبت اليوم الثاني أكبر منها الوزن مثلا مارت البارحة تدخل في الوزن الكلي تدخل عليك تدخل في الوزن الكلي تغير خلاص صحيح خلاص هذه العودة الدش في المسابقة وهذه تدخل في الوزن الكلي أساس أسمع في رضاعة يمكن التنويح عن هذه البطولة واحد يقول هبيس 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 أنا أشوف شد حيلك ها شد حيلك ها الهبيس اللي موبسهل الهبيس هاي الهبيس فلان هبيس يعني موبسهل لا أنتو يمكن هل برح نهل البحر لأن بعد نسمع هذا شد حيلك شد حيلك وزو سيف كم كيلو يعني المضطقة 30 كيلو في 20 كيلو 30 كيلو 30 في 20 في 20 زين بين محمل محمل كيف كثر البحر مفتوح بس أنك ما تقارب إذا ما في يعني تقطع خيوطة مثلا واحد يلفح أتي وراه تقطع خيوطة ولا دريات هاي مثلا بعض الشباب 200 متر 150 متر دريات ما تي عنده تروح بيد عليه تابش تباري ما تقعد وراه والله تقعد حلا ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة زين يمكن ثنين مثلا يعني يعني ثنين أخوان هاي عنده محمل هاي عنده محمل اشارك هون لا يشارك على بعض وذي يعني لا لا ممنوع يعني فيه حكام في المحارف فيه ويبلغ الحكم أي مخالفة تتوي من الفريق نتبلغ فيه احنا او يبلغ اللجنة اللي هي مختصة في فريق على طول يوم الحكم على طول من يوم الأربعة يعني ينسلمهم يوم الأربعة ينسلمون الحكم يوم السفد من تجربة الحكم الله يعينه صراح الحكم تحكيم السنيار أصعب من القلايا لأنه كنت في البحر والحكم يملازم الفريق في اللنج 24 ساعة وياه لا يمكن فارقه صعب كلهم في وقت واحد الفعالية كلها في وقت واحد لها ساعات معينة من صلاة تفير يطلعون ويردون ستة ونص يوقف الحداك بس يرجعون على حسب مجي اللنج يأخذ ساعة ساعة ونص لين وين يرجعون بندر أنتو بتتموه في اليزيرة ما علي لا بس رابع أنت تقول يرجعون ترى رابع ما عندهم عندهم نقطة تجمع خلاص عذى المغرب قابس الشمس خلاص ترجعون كلكم نقطة تجمع التجمع اللي هي فاشة الحديد كل المحامل كل 73 محمل لا السنة الحمد لله يزاهم الله خير رابع بيضل بيكم والله يا سير استثنوننا لأننا 69 يردون البندر ما قبل كنا نطلع أنتعنا ليل هير غوص ليل آخر الدنيا الحين سنة سهلوا علينا قالوا نخلاص بندرون في الأسحاط طبعا طبعا الول الناس تطلع شروط السلامة ومعدات السلامة اللي معاهم أشياء بسيطة كنا الحين أعتقد أن كل مال الدنيا تتطور والناس حتى في مثل الأشياء التراثية أو مثل الأشياء التي تمس التراث وتاريخ الخليج كله كل مال يطورون فيه ويأخذون الرفاه معاهم أكثر شروط السلامة اللي مطلوبة عليهم طبعا لسلامتهم السلامة من الجميع إن شاء الله ونحن نتمنى أنه ما يصير شيء طفاية الحريقة هذه أول شيء الإسعافات الأولية الجاكتات طراد سبير إذا عندك تقدر تخليه بمبل ماي البمبل ماي بعد لازم يكون موجود هذا سبير عندك على الكهرباء وعلى البترون بمبل ماي حقاش لقدر الله دخل للنج ماي ولا حاجة يكون ينزف يشفط شيء تعلقوا الأكسجين لا هذه أكسجين لقدر الله إذا حد من الطاقة في شيء يبلغونا طرد أن توصل على المشاركين في حد يعني مسموح المشاركة ضمن المشاركين لازم يكون واحد من مجلس التعاون ويالفريق شرط لا لا لأنه ليس شرط يقدر يدخل واحد ونحن نتمنى أن السنة الياء أو السنة البتين إن شاء الله نحاول ندخل أفرق من مجلس التعاون إن شاء الله الآن سيف إذا الأفرق أخلصت سجلت كلها نعم مثل واحد من الفرق عنده واحد ما قدر يدخل يقدر يبدل في هذا الوقت عندك مجالين لا يمتدش تقدر تبدل واحد ما عندك مشكلة إذا جاءكم فريق كامل مثلا منبرر يعني فريق كامل مكتمل مثلا من حد الدول المجاورة مثلا لا اللي حين ما سمحنا من مجلس التعاون للحين يا الرابع ما تقولون نحن الآن محليا 100 وكم قلت لي 100 سابعة مسجلين سابعة اللي مسجلين بعده إذا من ربيعنا وإخواننا دول المجلس التعاون ما سيحدث تم يصبح هذا 107 فريق يا إبراهيم 107 فريقاء مسجلين يعني 1700 فريق والذي داشة والذي داشة والذي داشة والذي داشة ثلاثة 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 أنا والله أريد أن أجانب أن بعض منهم يشارك دعوني يرون فراثنا والله فراث صعب يا الرابع دعوني الوابع الواحد وياهم ما علي يتعلم ويشوف أما فريق كامل لا لا فريق مثلا لو تطعيم بواحد ما عندنا مشكلة إذا وافقت اللاجنة عليهم يمكن يدخل المجلس التعاون عندك من الأجانب ما عندك مشكلة مقيمين في الدولة يقدر إن شاء الله سنة يختراف على زين والله إذا بدال الخليج مثلا يحط أحد من دول الخليج يتخل واحد من ينقل صورة عن التراث التغليدي وعن هل هو بيستحمل أربع تيام من الخليج هل هو بيستحمل أكيد عنده خلفية في البحار من رواد البحار أنا رأي إذا تسمحوا نسمحوا حق الغوص إذا يشاركون نشاركون لأن سنيار أصلا لم وجدت البطولة لحياء تراث الغوص والرابع يردون قد ما يقدرون لجنة قد ما ترد العرب صوب الغوص الغوص التغليدي تركوه ونحن نزاهم الرابع السنة سووا فكرة أنه غوص تغليدي بحث بفطام وحيار وما غير شيء فهذا الشيء الذي كان السنين لولية يقول أنا لا أستطيع غوص السنة يفتح المجال عساس السنة الآية اللي بعدها يجب يرجع تغليدي يعني بطولة القلال نتكلم عن تغليدي 100% صح صح بالنظر بعض المساعدات من اللجنة لا الجهاز عندك طبيعة البطولة تغليدية الآن إن شاء الله هاي سنيار بعد سنتين ثلاث ترجع تغليدية بالذات نتكلم عن الغوص الرابع إن شاء الله شدين حينهم ما تشوف ما تشوف شلون كانوا الوليين نشوفون الوليين نحن متعود أنت بنظارك تعود تعود مغير رفاهية تعود لكن لو تقابض لك خط طريق طالع مثلا من بلد 300-400 كيلو حدودها كلها إضاءة وتدش على في شوارع خارجية لدول ثانية ما فيها إضاءة فأنت قعد تقول يا أخي ليش ما حطوا لنا ما نشوف لأنك تعودت هناك على الشيء الكامل وكامل وجه الله سبحانه وتعالى فهذه ما هي بشرط بالعكس حين شوف هل القلائل أول سنة كانوا يتكلمون أنه ما يصير الحين لا قاموا يتدربون قاموا يتدربون يتعودون صح إذا تعلن عنها من الحين عندك حق الفراغ الثانية كلها إلينا الزمال يقدموا الدربية أبشرك إن شاء الله الحين هاي خبر يديد توع لهم أقول لفرش غنات الريان تنقلكم أحداث بطولة سنيار من تاريخ 20 إلى تاريخ آخر يوم 25 تقطية شاملة أول بول من الساعة 9 من الساعة 11 مباشر إيش صار في الفريغ الفلاني والفريغ الفلاني إيش سوى على نمط اللي صار في بطولة القلايل يشرحون ويقرحون إيش صار مع الفريغ الفلاني إيش صاد عسما شرج إيش فيكم تأخرتم هذا الكذر جميع والمحار وإي شيء في بالك سيد ما شاء الله عليك تحب الأشياء ويكونون عندهم يوميا وضيوف يوضحون الأمور هذه اللي سير كلها في البطولة هذه اللي لازم تتابع لازم أجيهم هناك أنا إن شاء الله هذه إن شاء الله بتصير بإذن الله لكننا أتمنى من الأفريقيا هذه التعاون وياللجنة الإعلامية يعني أيون بعضهم الحداغة والألغاصة أيون تعبانين يقولوا والله ما نقدر أن يلمح ما لذي فنحاول من الأفريقيا التعاون وياللجنة الإعلامية هذا الشي يظهر أول شي يظهر البطولة بشكل طيب وبعدين ما ننسى إحنا مشاركين صح نتكلم عن ألف نفر في البحر لا تنسوا أن هناك عوائل وعيال وراكم كلهم يريدون نشوفون أخباكم إذا الكاميرات ما غطت اللي يسير في البحر الناس اللي في البر ما تدري شو صار الصيد وين ومصال فلان يعني بسعيد كم كيلو صاد سيف شوف العالم سيناليا يا عزيز لا بطلب جهة جميع الأطراف اللي هي الجهة الإعلامية والجهة التحكيمية واللجان والجهة المشاركة لا بد تكاتف الجميع وإجتهاد كل منهم على بعض وحطونا أيديهم يعني وساعة الصدر لازم يوسع صدره ويعرف أن كل شي يقوم ويجون الناس اللي يجون مثلا من السيف لأن ياصرونه في محملة ويركبون معها وأجهزة وكاميرات كلها الخدمة تهو تعبهم له الإبراز للتراف أقل شي ذمونية نغاصة أقل شي ذمونية أكثر شي عشر القاصة أقل من ذلك من أخرى عشر هذه من النغاط اللي رابع حطوها أساس يسهلون عليك إذا أنت تبديش في الغوص لو عندك ثمانية تقدر تدخل زين صلاح كم مرة تنزل في اليوم ما شاء الله شاه النزول والطلوة هذا يعتمد على العمق الذي تنزل فيه والشغل الذي تؤدي مثلا سنتحدث عن لقطة محار غير عن لي ينزل بفرد لماذا ينزل بفرد يدور اسم مشاه عجف لكن الذي يلقط محار يلقط بليار فيه حركة فيه مجهود تبدأ المجهود تطلع فوق لازم تريح زين الآن هل البر هل المقناص كل رجال يقنص عارف له قاع وعارف مدرجها وعارف أنه يذهب صوبها لا يسبق أخواته عليه لكن هل البحر هل هم كل واحد الآن يضع لها نقطة معينة يذهب صوبها أو يسابق ربعه عليها أو يثبت فيها ما رائك يعني لازم لازم لا تقوص إلا على هير أنت خابر لا تقوص لا تقوص لكن طبعا يمكن أن هناك ناس مثلي خابر المتوجهين في المكان هناك فرصة الغاصة أنه يرشحون واحد أو أنه يختبر المكان أساسي نعم أنا قرت أساسي إذا حصل هير عامر قال هذا المكان ليس بقعدين نعم طبعا لو أنا جيت يعني صراح مثلا قبلي 100 متر 200 متر أجي في جنب أوقف 100 متر 200 متر أقرب من هذه المسافة يختلطون الغاصة نعم هذا يمكن أنه في نفس الهير يعني ليس ببعيد 200 200 متر هذا حد يعني مسعيد لا تختلف ترى البحر لا تختلف هذا البحر حتى مضرب اسمها يعرفون هذا الشيء هذا يشعر في اللجنة تختلف إبراهيم عندي دش تعين درها هذا قدامك هذا الغاصة إذا اختلطوا ما عليهم شر ما في مشكلة أنت بترى القطل المحار الجدام وانا بالقطل المحار الجدام ما في شي بتشير حبالكم مع بعض لا يعني مبله الدرجة تشبقكم بعد السنة قلت لك في تصوير يبثون كل اللي يصير تحت الماء في كاميرات وفي ناس وياك وبعدها عندك لجنة فوق راسك ربع شيء ساعة السنة السنة سووا شيء ربع صراحة يشكرون أننا حددوا وقت الغوص من الساعة عشر لين الساعة ثنتين يعني وقت قصير ليش يبنوا وشي يقللون الجهد اللي يصير على الهير بدون ما لقطون رابع منه محار كميات كبيرة خصوصا أنت المحار تأخذ جزء منه بسيط للفلاق الباقي كلها ترد البحر فقللوا الوقت في يكون السيطرة على الهير شيء بسيط ما تفلقك المحار تلقط ما تفلقك تأخذ جزء منه تفلق الباقي شو تفلق المحار رأيك اللي ها عشرة تلقطات حق مسابغة باللازل يعني بالعدد بالعدد قبل كان السنين الأولية كان بالأحما ما تنقين تشل لي واحدة ايه هذا الهدف منه أنت بيض الناس تغوص تلقط التعلم شوان تلقط إبراهيم رديتها مرة ثانية تعيش تحية نفس الشيء أنت شرايك لسميش إذا حين صدت ورديتها في البحر تعيش ولا تموت لا تعيش لا تعيش إذا لحكت عليه إذا لحكت عليه وإذا حي نفس الشيء المحارة كان حي إذا أنت طلعتها من البحر في وقت مع أي رديت تم حي ولا شرايك سيفي وفي قانون أعتقد أنك لازم تحافظ على المحارة لازم في عندك باسكتات وتكتفي الماء وتبدله كل نصف ساعة ساعة كل الماء تبديل هذا يخليها محافظة على نهاية تنسم لنهاية تنسم البحر أو تفلق تلقط تشيل البالدي وتكتف الباسكت مرة مرة ثلاث لأن تغطى وتخليها وهي سبحان الله تنسم بعد نصف ساعة ساعة لأربع يزيد عليها ماء الغدي يطلع وليدي تبدي الأكسجين عليها سيئ عندكم متو إذا واحد طلع من المحمية تجاوز المحمية يبين يبين عندنا في الجهاز نبلغه أعتبر تجاوز تجاوز على طول أول مرة ندار ثاني مرة في خاصم نقاط إذا كان حدق بالكيلو نحن نقص عليها غنون عليها غنون تخصمون نعم 50 كيلو ولا 100 كيلو لا يستبعد لا لا لكن نحط العين عليها وإذا ما يدري ما في تمشي بالجهاز والجهاز والأحداثيات نعطيك إياها أنت تخزنها بالجهاز فالخطوط هذه كلها تبين عندك فاللي سويت أنت زوم على الجهاز يبين لك الخط أنك تعديت أو لا عند زين إذا أنا مثلا أقول تجاوز ورقبت أكثر فرصة أكثر فرصة أكثر لكن هلأ أنا أطلع مثلا أعتبر أنا من سحب هلأ تسحب مني نقاط النقاط نخاصم عليك بالكيلو أنت تتكلم عنه لحظة الغوص صعب الغوص لأن الوضع أنت توسع له معي الحدق الحدق هو المشكلة الحدق لأنه على طرف الحد بالضبط ويأتي يسمر ويطلع عن الحدود أريد أن أسألك عن الغوص الآن ليس مشكلة الشباب الذين يغوصون هم مدخلين يكون نفسك الذي لا تدخل نفس التحمل ونفس استحيل لا أنا أقول لك التدخين حق الغواص مهمسين هذا كاتم النساء فشوف نسميه كسير لا يأخذ لحد نص دقيقة لا يأخذ شيء ومع الحركة يتحب فيها لكن هناك مدخنين من الغواص هناك مدخنين من الغواص الذي يغوصون صراحة للأسف أن أقول لك أنه فيه وهذه مشكلة التي تواجه أكثر الغواص أنه يغوص لكن يدخن لا يغوص لا يرد يتعب التدخين ليس فقط مضر حق الغواص مضر حق أي إنسان وإكثر شيء عنده هذه المشكلة أولها ولع أولها دلع وآخرها ولع يجرب مرة مرتين عقب خلاص هذا شون دخن حصل من عادة صغير يشوف ابوه يدخن أو معه ربعة وتخبر صاحب 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 هذه عادات عادات تنتشر بسرعة العادة هذه بالذات لأن الولد لما يشوف ابوه مثلا يدخن أو يشوف رفيق أو يشوف مثلا واحد هو حاط قدوة له قوي على قولتهم سبوك أو يشوف أو يشوف أو يشوف مضبوط سمعت أو الناس يمدح يدخن يربي شعر حتى في كنعقالة لبسة خلاص حط هذا في رأس إن هذا ما سوى هالأشياء ما نقصت منه سمعت في اغتديب أو يمشي على الخطة بعدين التدخين الحين ما عادها بسلفة ما عادها بزقارة ولا زقارة مدواخ الشيشة الناس الحين ركزت خاصا الشباب الصغار ركزوا على المدواخ أكثر ما تشوف المدواخ لأن المدواخ فيه شوي قبضته له وتوليع تهله سمعت لا ما تدري شيء يخلطونا لك للأسف فيه اكتشافات طبعا سنقول الحمد لله ربعا الله يحمي جيلنا كله عيالنا وإخواننا وربعنا لكن فيه اكتشافات في دول ثانية اكتشفوا فيها أنواع تخلط مع الدوخ هذه نفسها والتتنذة عسى الله رحمنا رحمة عنا يا أبو سعيد الحديث الجميع الدولة والله ما قصرت أنشأت مراكز مكافحة التدخين يعني أنشأت مراكز حين ما تقول الصاحب المدارس تعبوا مدارات تعبت من امطاردت الحين اللي تروح للمولات في النهار ولا في الليل تلقاهم عند البيبان واللي طالع من مدرسته والد صغير تلقى مدواخة في يده واثنين ثلاثة كلهم يدخون نفس المدواخ المشكلة أن المدارس أحيانا تواصل مع الآباء إذا تواصلت معه قال لا والدي مثلا مجهود مسعيد والمدارس خاصة للذكاكين اللي حدى المدارس هذه ممنوع تبيع أكثر الدكاكين الحم ممنوع اللي حدى مسلسلات اللي يعني ما دي ما دي مراقب هذا السيناريو المسلسل هذا ما دي يطلع على مسلسل وشخص ودخن وإنه يفكر والطفل يشوفها في التلفزيون وشجع وإنه هذا يعني إنه مزاج طرت على الفكرة يوم دخن مشكلة الحين دخن فراولة دخن ليمون دخن برتغال أنا الشيشة أنا أقول لك أنهج على الفراولة والشيشة المدواخ نفسه لا خلنا خلنا هذا المدواخ أنا أتكلم على الشيشة خاصة فيها دراسة وبرنامج طلعه أشوف في التلفزيون الخلطات هاللي حطون هالنكهات ألوان صناعية شون تتخلط اللون الصناعي هذي هذي أكبر مسبب للسرطان عوذ بالله مطارة الماء نعم تكلمني رجال أنا مسافر الدولة دولنا قال لي يا أبيك تجيب لي دوخة من المكان لفلان أنا مكلم الرجال ومجهزه كتلة هبشر أنا يعرفوني الرابع كلهم زقاير ما شتريها لحد حتى لو ما عنده في مخباه خليت زقاير بتشتري دوخة ما شتري له الحين هذا كلمني وأنا برا ما قدرت ما قدرت أني يعني أرض قال لي مطار له وما هي موجودة عندي رحت المطارة الوحدة 300 ريال مطارة الماء إيش هذي قال هذه الدوخة لطلبها الرجال وعطاني غرشة شوفوا عطاني غرشة صغيرة قال هذه خلي خليه يجرب الدوخة هذه ويشوفها كان يطلبها مرتانا بعد النهاية بلت له في ذمتك هالريال وعطي في ذمتك وعطي هو يشوفني يدري وأخذها وأجيبها وأعطيه إياها قلت له بس يقول لك دخن ذي قال لي لا لا قلت له لا يقول دخن هذه يمكن تخلي المهم خذاها يعني هذي نوع وهذي نوع هذي قرشتين اللي هو يدوخ من قبل مبارك هذي صغيرة هاي سمبل سمبل حق شي جديد دعاية تسوير تسوير حق شي الأولى شفاطها طعم الكرسي زين دخن قوي حلف ما عادي يدخن ذي كتبالية زين وبابر الله سبحانه وتعالى ترك التدخين ترك التدخين لأنه مرض من مرض شوف من الشفطة اللي شفاطها من دي والله تدري والله شجاعة اللي خلي التدخين اعتبرها شجاعة احنا المفروض ما ننتظر لين ننتقل للمرحلة الثانية صح ثرائه المرحلة هذي بسيطة حق العيال بالذات نحن نتكلم عن العيال الصغار اللي توهم دشن الإعدادية وهذه أسوأ مرحلة اللي يدخنون فيها لو قدرنا نحافظ عليهم بس يتعدى الإعدادية ما دخن خلاص وبيعرف أن هذا هذا شر يعني لازم المدرسة جائد وجارة الصح الأهالي المدرسين يحاولون يكثفون الرغاب على العيال يا أخي أهمها بالأهم ملازمتها لأبوه ولا لأخوه بس ما علي لا يطلع من هالإطاءة أنا معك أن ملازمة الأبو بس ترى الأبو ما بأربع عشر ساعة مع ولده بسيطلع مع عرب بيطلع في مدرسة بيطلع في في رحلة مدرسية هذي الصح الحقيقة هذا اللي يصير صح صح تدخين في كل مكان تدخين يعني هذي بس للعلم أن من المواد بعضها مبادات حشرية بقايا للمبادات الحشرية تنصب على الأشجارة التي تنزرع نعم حق تدخين هل يدورون الدمار هل يدورون الدمار النورة النورة هي البودرة البيضة وتضع على الألوان سماعة تنحط عليها هذي يضعونها مع السويكة تضعونها مع التدخين مع ورقة التتن تنزرع عليها وتنخلط معها الآن بعضهم يجعل التدخين ويعود على السويكة والله خذت لي فترة وأنا أحسب أن بعض الشباب أنه مضروس صحيح أفكر أنه مضروس هذي يضع السويكة السويكة فيها بالنسبة حق أطار السويكة تدخل مواد هذه وشي نورة 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 نستخدمها حق اللنج سبيتة بيض صحيح ويخلطونها وهذه من الناس يضعون بحاجة والله لا تدري ما يخلطون فيها يضعون بلاوي داخل تدري أنها مادة مختبرات؟ هذه المادة لا تدري أنها مختبرات حيشة التتن يضع المختبر يعني إذا داشت التتن أو المعسر يطلع النتيجة؟ أنا شا أقول لك لا تدري أنتش مكوّنين فيها يا موكم عارفين شفها الحين شلون أضرارها طيب لجاني واحد المجلس وحط رجل على رجل ودخن سأسوي فيها بعد ذلك في ميليس في ميليس بتقبل أنا من كم من يوم زين عيالي من كم من يوم داخل وزارة حكومية والله أني داش على المدير يا رابع مدير أنت غدوة والله العظيم أني ما قدرت هيلس عندها في المكتب خمس دقائق حتى كرت مرحة زقائر أطالحة ودي أقول لأ أنت مدير شون تدخن فصعب يعني كمدير قدوة الغدوة حي موضفينها بقيت أسأل أقول لأي أخي التدخين ممنوع وزارة عوقتي أنا خلص معاملتي خلنا أطلع من الغدوة بعد ومن الاستقبالات البارحة تخبر جاي من سفر طريق بر وقفت عشان الجوازات والله أن هم استقبالنا أصلا ما أخذ لها شفطة وبخها علينا سمعت وما أخذ جوازات والله شوف بس بيني وبينه فتحة هوا يعني فرق أن السيارة ضايقة من ريحته من ريحة الغرفة هم ثلاث سمعت سلامة ليس فارغ يا بسعيد الله يسلامك بسعيد أي والله البارحة صبحت اليوم الفجر لا والله سيارة أحبت طريق البر طريق البر معي العيال معي العيال ومرتاحين الحمد لله طريق قريب اللهم لك الحمد ثم على طريق الطيارة ذكرتني أبو عبدالهادي الخبر يتكلمني أسبوع لراح القصيدة قصيدة القصيدة التي في الطيارة التي في الطيارة الله أبو عبدالهادي دائما يطلع أنها طبعات طيبة الله يطلع عماركم هذا شاعر قيل لك قصيدة في عمه وعمه في السعودية يقول فيها رحي يراك بلي تنتق اليوم الأقطار ما طورها لممش كنحنينة مثل الرعود اللي بها قزر الأمطار ولا تكابر صوتها من وينينة يراك بلي تنتق اليوم الأقطار ما طورها لممش كنحنينة مثل الرعود اللي بها قزر الأمطار ولا تكابر صوتها من ونينه سواقها قد مرت عسر الأخطار الله على كثر المشاكل يعينه سواقها قد مرت عسر الأخطار الله على كثر المشاكل يعينه إذا رفعها بالسماء عدة أمتار ما عاد نسمع يكون حسن مكينة ويعلن بوسط الطائرة وقت ما سار أنه من الدوحة مشى للمدينة لأن قال يمر لي في سفرتها بعض الأمدار لأن قال تجي لك ربعا يالك في مجلس جالسينة وحذرت أسير من مجلس العم هذار فأيه يعرف الرجل بنظرات عينه عمه رجل حساس ودائما وحار وحذرت أسير من مجلس العم هذار فأيه يعرف الرجل بنظرات عينه وإذا أخذ يهند لك مع القرم مقدار فقلت على راعة العلوم الثمينة ناصر أبو جابر مش قول آر تقالك دلال بها بن وبهار مشاهد أن يشرح نبوس الرزينة ماذا قال يذبح شقول الثمينة وإذا أخذ يهند وبعض من الثنين في عيد الأفطار يلا عساهم دائما عايدين عايدين سمع الشاي اللي حوله يابونه يزعل هو إذا زعل قال قصيد حلو بصايد أبياته قليلة بس وزنها تجي على مواقف اي نعم قالوا له أنت الضيف جاك وانت بس اللهم أنك تعرف الرجل بنظرات عينك ولا تلقى لك دلال بها بن وبهار ومشاهدين يشرح نبوس الرزينة هذه عند جارك ما عندك زعل الشاي قال يا مرحبا عدة همالين لمطار وعداد ما خاض البحر من سفينة يا مرحبا عدة همالين لمطار وعداد ما خاض البحر من سفينة بالشعل اللي بالتواصيف بيطار يبقى الشعابة ما يحب السكينة له بصح في كلامك ولا سار قال الله الضيفي عند غيري غبينا خذوا القصيدة وارسلوها للولد سمعوه أن عمه زعلان عليه ويقول له أنت قال الله الضيفي عند جاري رد الولد يا راكب من عندنا جملة بكار الكل منها منتبه عارفين عارفين تشت القطاع لما ذهب من روتها طار طلقات ليدي يفعلها خابرين ماذا قال عمي ما قال الأخبار اللي هل انمع عليه مزعلينا عم سرمد فيها يمدح فيه وارسلوها له قالها الحين دلها تدرب العدل هذه القصيدة وأعتقد محتوها أنها على أول شيء من باب المزح لكن تبعود الرياجيل على الركادة في المجالس وعلى العادات اللي هم متعودين عليها على شيء جزيلا كلها حكم سمعت هذا الأول قصيدة الحكم وإن شاء الله الخير موجود لكن الأول كان فيه قصيد أنت تبني عليه يمكن حتى طلعتك من بيتك ورجعتك انتباهك فيه أشياء يمكن حتى العيال اللي يسمعوها ينتبهون لها الحين يمكن الواحد يجي في المجلس ما عنده يعني ما عنده المجلس ذا وش احترامه وش القعدة اللي الواجب تقعدها عكس لما قد قعد في مجلسك بروحك ولا عندك واحد أو اثنين من أخوانك اللي يتعود عليهم قال لك قبل المجالس مدارس مدارس نعم يعني الواجب نحن ما نحتاج ما نحتاج لذيل حنا الحين رجعنا من جديد نتعلم ونعلم قعدتك وطلعتك مع ربعك ومع أخوانك ومع يعني حتى قعدتك في مجلس التقبال ضيفك تعود ليه لأن الناس شوي المدنية خذتهم عن بعض عشرة وراء بازربع سبع سنين يصد عن شايد على الحين هو اللي استغبنت ومع أخوانك ترجمة نانسي قنقر